استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عدروس قاسم الزبيدي بمقر يقامته في العاصمة السعودية الرياض القائمة بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا افغيني قادروف وفي مستهل اللقاء رحب الزبيدي بالقائم بأعمال سفير روسي مستعرضا العلاقات المتينة بين بلادنا وروسيا الاتحادية والدور المحوري الذي تطلع به روسيا في دعم جهود احلال السلام في المنطقة ونقش اللقاء مسجدات الاوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة في ظل تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها للمساعد دولية الهدفة لتمديد الهدنة وتنصلها عن الاتفاق الذي توصل اليه المبعوث الاممي مع قيادتها في وقت سابق وكذا تهربها من الوفاء بالتزاماتها وعرقلتها المواصلة المتواصلة لجهود السلام كما جرى استعراض تطورات الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجهود المبدولة من قبل جميع الجهات لتطبيع الحياة فيها وتنميتها واكد الزبيدي على موقف مجلس القيادة الرئاسية الداعم لدعوات ايقاف الحرب والجهود الاممية والدولية الهادفة لاحلال السلام في المنطقة مشيرا الى ان قيادات مجلس تعاطت باجابية مع كل الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة في الوقت الذي واصلت فيه الميليشيات الحوثية تعنتها ورفضها لتلك المساعي وذهبت بعيدا لتواصل خروقاتها وتحشيدها العسكري لتقويض جهود ايقاف الحرب مشددا في سياقه ذات على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا حازم من تلك التحركات وضي حد لها ولفت الزبيدي الى ان القيادة السياسية في المحافظات المحررة ملتزمة بالهدنة وستتعاطى باجابية مع كل دعوات السلام في الوقت الذي ستظل فيه منفتحة على كل الخيارات لحماية امن واستقرار المناطق المحررة وحماية المصالح الدولية فيها وتأمين ممرات الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب من جانبه عبر سعادة القائم بعمال السفير الروسي عن موقف بلاده الداعم لوقف الحرب وإحلال السلام في بلادنا مشيدا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال عملية سهم الشرق التي استهدفت معاقل التنظيمات الارهابية في محافظة ابيان